السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال موضوعنا اليوم موضوع متعلق بفكرة الأكوان الموازية التي طرحت في هذه القناة بسبب فيديو الجمجمة الكريستالية وما توصلت إليه من نتائج علمية حول وجود كون موازي الآن ما معنى الكون الموازي نحن نقول كون موازي هذا السؤال الذي طرح وأرجو أن إن شاء الله في نهاية الحلقة تكون الفكرة بشكل عام اتضحت ولو بنسبة جيدة مو شرط 100% ولا 90% نطمح فقط إلى تقريب الفكرة مسافة مسافة معينة وفي كل مرة إن شاء الله كلما سنحت الفرصة يكون هناك تقريب أكثر حتى نصل إلى مستوى جميل من الإلمام بهذه الفكرة العلمية التي فعلا مطروحة على طاولة البحث عندها كثير جدا من علماء الفيزياء وأصبح هذا المجال مجالا معترف به كنوع من الفيزياء المادية اللي نتكلم عنها واللي بنتواصل معها واللي بنتأثر بيها واللي بتكون موجودة في حياتنا اليومية حتى في حياتنا اليومية طيب ما معنى فكرة الكون أو الأكوان الموازية أو المتوازية أو المتداخلة ما هي نفس الأسماء يعني كل لكن كل مصطلح يوضح ويعني يوضح طرف من الموضوع نحن لما بنقول موازية أو متوازية يعني موجودة معن موجودة معن لما نقول متداخلة هي موجودة معن لكن مختلطة في نفس الحيز المكاني في نفس الحيز المكاني الآن لو فرضنا أنك أنت جالس في مكان لتوضيح يعني هذا المثال يعني ليس توضيح للفكرة بشكل دقيق ولكن قد يقرب الموضوع شوي نبترض أنه أنت جالس في مكانك على كرسي الكرسي محصور يعني ما فيه إمكانية أنه يجلس بجنبك شخص آخر فقط لشخص معين شخص واحد تخيل أخي الحبيب بأنه فيه شخص آخر جالس معك جالس بنفس ما أنت جالس على نفس هذا الكرسي أيضا لكن لا أنت تراه ولا هو يراك لا أنت تشعر بيه ولا هو يشعر بيك المكان هو نفس الكرسي الكرسي اللي عرضوا من اليمين إلى اليسار عرض المقعدة مثلاً 45 سانتي والركاية مرتفعة من هنا ومن هنا من اليمين واليسار فبقى في مجال المكان أنت تملأ هذا المكان أنت تملأ هذا المكان هذا الحيز المكاني تخيل أنه هناك مخلوق آخر يجلس معك وفي مكانك بالضبط على نفس هذا الكرسي لكن لا أنت تراه ولا هو يراك لا أنت تشعر بيه ولا هو يشعر بيه هو في عالمه جالس وينظر حوله والعالم مختلف وأنت أيضا في عالمك العادي الطبيعي المادي أيضا عايش جلستك وقعدتك وتشرب وتتكلم وتتحدث مع آخرين لا تدري عنه ولا هو يدري عنك هذه فكرة مبسطة للكون أو للكونين المتوازيين طبعاً ليس شرط يكونوا كونين لكن على الأقل كونين يعني ممكن يكونوا عشرة، خمسة عشرين ممكن ليس لها عدد كما خرج أحد العلماء بنتائج كهذه يقول أن الأكوان الموازية ليس لها عدد وفي كل لحظة يتكون أكوان موازية أخرى أو متوازية أخرى ما علينا، المهم عندنا نستوعب الفكرة نستوعب الفكرة لاحظ أنه كمال كتوضيح لهذه الفكرة أنت جسدك هذا المادي الجسد المادي لاحظ أخي الحبيب هذا الجسد هذا أساساً حيز مكاني استوعب معي، ركز هذا الجسد حيز مكاني لثلاث كائنات لثلاث كائنات تمام؟ الآن قبل أن يدخل أي من هذه الكائنات الثلاثة إلى جسدك كان جسدك عبارة عن كتلة لحمية مادية ليس لها قيمة ليس لها قيمة عبارة عن كتلة مادية صنعت وأسست وأقيمت كبناء بيت كالبيت لتحتوي على هذه المخلوقات أو الكائنات الثلاث سنوضع الفكرة بعد ثواني الآن عندما كبر الجسد وأصبح مؤهلاً لاستقبال الضيوف الاستقبال الضيوف جاءت أولاً أو جاء أولاً الضيف الأول وهو أنت كيف؟ يعني كيف؟ كيف أنت جئت؟ النفس نفسك أنت جئت من العالم الآخر من عند الله سبحانه وتعالى أرسلك أرسل النفس اللي هي أنت إلى الجسد هذا هذا الجسد ليس أنت انتبه هذا الجسد ليس لك هذا فيه ثلاثة شركاء الآن بدأنا نعرف الشريك الأول أو الضيف الأول جاء هذا الضيف فسكن الجسد وما زال هذا الجسد في بطن أو في رحم أمك في رحم الأم أثناء الحمل الآن هذا الضيف الأول شغل هذا الجسد شغله كاملاً من قمة رأسه حتى أخمس قدمي سيطر عليه يتحرك حرك الأصابع يرمش مثلاً كل يشرب الأجهزة كلها تعمل مع هذا الضيف الجديد مع هذا الضيف الأول الآن عندما وصلت إلى سن البلوغ جاء ضيفان آخران انتبه للفكرة الآن جاء ضيفان آخران وهما القرين الشرير والملك الطيب أو الملك الصالح الذي له القرين الطيب في قرناء اثنين إلى القرين الشيطاني والقرين الملائكي هذول القرينين أو هذول الضيفين الأخيرين أيضاً استقبلهم هذا الجسد هذا المنزل اللي أسسه أساساً لاستقبال ثلاث ضيوف جاء القرين وجاء الملك فاستوطنوا أيضاً هذا الجسد أنت موجود في جسدك وهم أيضاً موجودين في هذا الجسد تمام؟ أنت لا تراهم هم قد يرونك أنت لا تراهم لكن الفكرة الآن طبعاً الأكوان المتوازية معزولة عن بعضها نهائياً الأكوان المتوازية معزولة عزلاً كاملاً لكن احنا استخدمنا هذا المثال الآن حتى أقرر أو أقرب فكرة كيف تكون الأكوان الموازية موجودة في حيز واحد في بيئة مكانية واحدة تمام؟ الآن جسدك إذن أصبح الآن هذا الجسد ليس لك على فكرة واقعية ليس لك هو لثلاثة وعند الموت الثلاثة يغادر معاً الثلاثة يغادر معاً ويبقى المنزل خالياً فيلقى به في المقبرة الآن موجود النفس البشرية اللي هي الضيف الأول في نفس المكان وموجود القرين السلبي وهو أيضاً في نفس المكان وموجود القرين الملائكي في نفس المكان وكل منهم يملأ هذا الحيز يا أخوان تخيلوا هذا تقرير أو يعني تقريباً فكرة فكرة أكوان متوازية أو مختلطة وفي نفس المكان لكن الآن لا أحد يشعر بالآخر في حالة إنك أنت تعيش في كونك والآخر يعيش فيه كونه ما حدا يعرف عن الآخر ما حدا يشعر بالآخر الآن واقعياً وعلمياً كوننا هذا اللي إحنا عايشين فيه هذا الكون المادي هذا ليس كون واحد هذا كون يحتوي على أكوان أخرى في نفس المكان اللي أنت موجود فيه في نفس المكان هناك أكوان أخرى تعيش عيشة طبيعية عيشة كاملة حياة كاملة هم في عالمهم يذهبون ويجيئون يلعبون ويمرحون يأكلون ويشربون ولا يدرون عنك وأنت في نفس المكان اللي هم موجودين فيه يعني أنت الآن جالس ممكن أمام بيتك أمام بيتك الآن هذه المنطقة اللي فيها بيتك واللي أنت جالس أمامها الآن أمام البيت هذا موجود فيه يمكن عشر عوالم متوازية كل عالم عايش حياته الطبيعية كاملة ومعزول عن الآخرين معزول عن كل الأكوان الأخرى تمام؟ معزول عن كل الأكوان الأخرى خلينا نشوف الفيديو الصغير هذا صورته ممكن أنه يوضح كمان الفكرة أكثر وأكثر لأنه إحنا إخواني الأحبة في حياتنا اليومية نمر بأمثلة كثيرة على الأكوان المتوازية لكن بسبب أنه إحنا تعرفنا أو الألفة نسميها الألفة هذه الأشياء تحدث أمامنا فلا ننتبه إلى معناها ولا ننتبه إنها قضية علمية بحتة خلينا نشوف هذا الفيديو طبعاً كتوضيح على فكرة الأكوان الموازية فعندنا هون هذول الكأسين كل كأس فيه النص بهذا الشكل مملوء إلى النص في ماء طبعاً أخواني الأحبة فيه عندي هنا نعتبر أنه الكأس الأول هذا ماء ماء نقي صافي الكأس الثاني إذا مزجنا فيه قليل من السكر بهذا الشكل وحركناه أنا أريد أن أعطيكم يعني بس فقط مثال توضيحي لفكرة كون موازي ما معنى كونين موازيين أو متوازيين كونين متوازيين نعتبر أنه هذا الماء في هذا الكأس هو الكون الأول وهذا هو الكون الثاني الآن بالوضع الحالي الآن أصبح هذا شكل وهذا شكل آخر هذا محلول حلو اللي هو محلول السكر هذا ماء صافي الآن نشبه الفكرة بالطريقة التالية في حالة أنه كانوا منفصلين بهذا الشكل ما يعتبروا متوازيين أو متداخلين بنفس الاسم يعني متداخل ومتوازي أو متداخلين ومتوازيين نفس الفكرة الآن في حالة أنهم منفصلين بهذا الشكل ما في مشكلة ما اختلفنا ما في معنى لفكرة الكون المتوازي المتوازي لكن الآن لاحظوا إذا أخذنا هذا الكون هذا الماء المحلّة وأضفناه على هذا الماء بهذا الشكل الآن أصبحت كمية كمية الكون الأول متمازجة مع كمية الكون الثاني وبالتالي أصبحوا في مكان واحد ومختلطين مع بعض لاحظوا في مكان واحد هو نفسه هذا العالم اللي هو الكأس ما داخل الكأس هذا يعتبر عالم واحد الآن الآن عندنا مادتين مختلفتين لكنهم متمازجتين كل مادة تعيش عالمها لوحدها تعيش عالمها لوحدها تعيش زمنها لوحدها تعيش حضارتها لوحدها تعيش كل شيء لوحدها منفصلة عن الحياة الأخرى أو عن الكون الآخر في نفس الوقت لا أحد من الكونين يعلم عن الكون الآخر بمعنى أنه أهل أهل المحلول الملحي يعني لو فرضنا أنه المحلول المحلة عفوا المحلول المحلة هذا اللي دمجناه أو مزجناه كون به مخلوقات اللي هي ذرات السكر تعيش الآن في نفس الكون الكونين مع بعض حبات أو حبيبات السكر المذابة لا تعلم عن حبيبات أو لا تعلم عن جزيئات الماء اللي في الكون الآخر وبالتالي حبيبات السكر موجودة في عالمها لا تعلم عن العالم الآخر علما بأن العالمين متماسجين ومندمجين ومتوازيين مع بعضهم البعض وفي مكان واحد أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت ولو بنسبة 40% على الأقل شكرا للجميع فالآن لعلكم لاحظتم إخوة الأحبة كيف فكرة الماء ممكن أنها وضحت مفهوم الأكوان الموازية بشكل دقيق أو بشكل جيد على مستوى أنه في المستقبل إن شاء الله إذا طرحت أفكار أخرى في هذه القناة حول هذه المواضيع كون في عندنا نوع من المعلومات المسبقة بحيث نستطيع أن نبني عليها يعني بحيث أن نستطيع أن نفهم ما سيقال لاحقا الآن في ملحوظة مهمة أنه هل الجن يعتبر من هذه الأكوان الموازية في الواقع هناك إحنا الأكوان الموازية أو المتوازية في عندنا نوعين مهمين كون متوازي جزئيا وكون متوازي كليا كيف يعني الآن كون موازي أو متوازي جزئيا بمعنى أنه هم يستطيعوا أن يروني لكن أنا لا أستطيع رؤيتهم موجودين معي في نفس المكان لكن أنا لا أستطيع رؤيتهم هم يستطيعوا رؤيتي أيضا إذا أنا استطعت رؤيتهم هم ما استطاعوا رؤيتي بمعنى أنه هذا كمان كون موازي جزئيا في عند الكون الموازي كليا وهو لا أنا أستطيع رؤيتهم أو الإحساس بهم أو إدراكهم وأيضا هم لا يستطيعون رؤيتي أو إدراكي أو الإحساس بوجودي لا أنا ولا الكون اللي أنا فيه طبعا لا نتكلم عن شكل أو بشكل شخص يعني عنصر معين من هذا الكون لا الكون كله كاملا في حالة من الحالات ممكن أنه نعبر إلى هذه الأكوان أو يصبح هناك نقطة عبور في نقطة عبور تحدث إذا العنصر الأقوى استطاع أنه أو يعطي الإذن بها بمعنى لو تكلمنا عن مثل الكون الموازي كليا لا هو يراني ولا أنا أراه لا أنا أرى كونه ولا هو يرى كوني نهائيا لكن إذا أعطاني هو الإذن أستطيع أنا أني من خلال عملية معينة أني أنفذ إلى كونه أدخل إلى كونه بكود معين برمز معين أحصل عليه من عنده أستطيع العبور إلى هذا العالم جسداً وروحاً كاملاً يعني كما أنا كأني مسافر إلى دولة أخرى ثم العودة أيضاً الآن هل أستطيع أن أعيش هناك؟ هذه قضية أخرى سأخضع لقوانين كونهم بالتأكيد سأخضع لقوانين كونهم لكن في نفس الوقت ممكن أن أعيش حالتي الطبيعية الأصلية الموضوع شائك لكن سيتضح إن شاء الله لا نريد أن نخوض في التفاصيل الآن لكن بشكل عنوين أو كأنه مثل ما نحكي يعني أفكار رئيسية أفكار رئيسية وقواعد أساسية للتعامل مع هذه الأكوان المتوازية إخوتي الأحبة لاحظ أنت تستطيع في حالة من الحالات إنك تتواصل وهذه البداية تستطيع أنك تخلق تخلق نوع من القناة بينك وبين هذا الكون عن طريق رسال رسائل ذهنية الرسائل الذهنية مهمة جداً في عملية التواصل مع الأكوان المتوازية موضوع آخر فيه هناك طريقة للعبور أو طريقة للمشاهدة من كون إلى آخر ولكن هذه تحدث بعد أن تحصل على الإذن لاحظوا القرآن الكريم تكلم عن هذه النقطة بالذات وسماها أو فكرة الإطلاع الإطلاع الآن الجنة كون والنار كون كونين متوازيين هذول على فكرة الجنة لذلك هذه معنى فكرة جنة عرضها السماوات والأرض إجا واحد أحمق يقول فأين النار أيضاً فيه أيضاً عرض السماوات والأرض فيه نفس المكان لأنهم الجنة والنار فيه نفس المكان لكن هذول يعيش في عالمهم هذول يعيش في عالمهم عالم كامل متكامل لا أحد يشعر بالآخر إلا في حالة الاطلاع كيف اطلع عملية لا نعلم ما هي لكنها نوع من الإذن أخذ إذن بالعبور أو بالنظر أو بالاستطلاع أو بالمشاهدة قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم طلع على النار مش إنه كين إذا ناس يقول لك لا ما هو النار جنب الجنب طيب هذا الرجل اللي اطلع هذا كين في منتصف الجنة على مسافة بعيدة جدا لو افترضنا كما يقال لكن هم الكونين متداخلين بهذا الشكل مختلطين في نفس المكان أهل الجنة يعيشون في جنتهم كاملة حياة كاملة متكاملة طبيعية لا يدرون عن النار أمام معهم لا يدرون عنها لا يشعرون بها وأهل النار في نفس المكان لكنهم يعيشون في النار فلما اطلع هذا المؤمن اطلع انكشفت له طاقة فنظر إلى النار فرأى في النار ذلك الشخص اللي هو كان قرينه في الدنيا لاحظوا أيضا فكرة في حديث نبوي انه اذا المرأة او الانسان او الزوجة آذت زوجها آذت زوجها اطلعت هذا الحياة الدنيا يعني اطلعت زوجته من الحور العين اطلعت فقالت ويلكي لا تؤذيه فإنما هي فترة ويأتينا أو ويأتي إلينا أو ويعود إلينا بمعنى النص يعني ففكرة الاطلاع هنا إذن الجنة معناة الجنة موجودة معنا كون الجنة موجود في مكان ها الآن أنا أتكلم معكم في هذا المكان أيضا موجود الجنة وأيضا موجود النار لكن لا أنا لا أشعر بهذه ولا بهذه لكن تلك الحورية من الحور العين اطلعت فرأتني رأت هذه إذن احنا مراقبين يا أخوان إذن احنا مراقبين في أي لحظة ممكن يطلع كائن من الأكوان الموازي ويرانا لاحظوا إن شاء الله تكون إخواني الأعزاء إنه تكون الفكرة اتفحت إن شاء الله تعالى وتكون لدى كل منكم مفهوم عام ومبدئي وأساسي لفكرة الأكوان المتوازية والأكوان المتداخلة ويستطيع إنه في زمن لاحق إن شاء الله أن يفسر هذه الأكوان لغيره وأيضا مطلوب منه شغلة أيضا وهو أو هذه الشغلة إنه يزود نفسه أيضا بالمعلومات يعني هو أيضا يبدأ الآن يقرأ موجود يعني في كل مكان على النت في كثير من المواقع فكرة الأكوان الموازية فكرة التداخل والتوازي هذه بين الأكوان موجودة يعني أنت لا تحتاج إنك تمشي مسافات طويلة إلى المكتبة العمومية أو إلى فتستعير كتابا وتبدأ بالمطالعة لا أنت الآن المكتبة العمومية وعشرة أضعاف ومئات الأضعاف موجودة عندك في البيت في الهاتف اللي أنت تحمله بإمكانك تقرأ ما تريد تبحث عن ما تريد وتقرأ وتتزود بالمعلومة وتصبح على اطلاع نعود مرة ثانية إلى فكرة الاطلاع تصبح على اطلاع كبير بما يدور حولك فترى ما لا يراه غيرك وهذه ميزة القراءة والمطالعة والاهتمام لازم تقوي عندك الطاقة طاقة الفكرية أنت عبارة عن طاقة كاملة إذا ما استخدمت هذه إذا ما قدرت هذه الطاقة أعطيتها قدرها الحقيقي وقويتها وفعلتها بشكل صحيح ستتبدد ولن تستفيد ولن تفيد الآخرين وبالتالي ستكون عبارة عن مجرد نقطة نقطة ماء في بحر لا تؤثر في شيء لا تؤثر أبدا ولذلك أتمنى من الجميع أن يصبح لديه المعلومة حول هذا الموضوع على فكرة أخواني الأحبة هذا الموضوع أيضا مهم جدا في الفكرة الأساسية من القناة والعمل الأساسي من القناة اللي أنتو تعرفونه وهو البحث في آثار القدماء وحضاراتهم إذا ما كان عندك معلومات مؤكدة وجيدة وجميلة وكافية عن الأكوان الموازية والمتوازية والمتداخلة فلن تحل بعض المشكلات التي تواجهك أحيانا تواجهك مشكلة في الميدان سببها الأكوان الموازية سببها الجن وهم متوازيين جزئيا كون موازي جزئيا تستطيع أن تشعر تستطيع تصير عندك أفاق تصير عندك ملكة الإحساس المرهف بالكائنات التي لا نراها تصبح قوية جدا إن شاء الله نكون أجزلنا نوعا ما في تبيان وتوضيح المفهوم العام لهذا المجال الجميل تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر